دكتور جوانا عزار دكتور بالصحافة موجودة معي كتاب رأسة أبادية رح بنحكي عنه اليوم معيك أهلا وسهلا فيك دكتور مرسي أهلا فيك هالكتاب هو أول كتاب لأليك يعني من ما صار طويل بالكتابة والصحافة والعمل بالصحافة أيضا رأسة أبادية قلت لكك بنقز العنوان حسيتك بالعكس خليها تكون النقزة إيجابية يعني أبادية نحن عم نحكي على شيء أترنال ما بيزول وقت الشيء يكون حلو بيشبه الحياة بيشبه رأسة الكون رأسة البحر الماد والجزر بيدوم ما بيموت يعني مشان هيك أبادية يعني بشكل حلو لأنه نحن ديما بس نقول أبادية يعني منفتكر أنه للموت أو ما بعد الموت أيضا هي قصة واحدة رواية أو كيف لا الكتاب هو مجموعة قصص واقعية قصص قصيرة 16 قصة هنا مرتبتين فيها بشكل مباشر أو غير مباشر واحدة من القصص عنوانها رقصة أبادية والبقية 15 قصة مختلفين يعني فيه هيك إذا بدك بيشبهوا حياتنا بيشبهوا الواقع لأنه أنا بعتقد أنه إحنا منعيش الواقع امتداد لحب لدحكة لفرح لحرب لطفولة لأمل فكل هؤلاء موجودين بالكتاب بمختلف القصص كل هل الموادع موجودين بالكتاب ولكن قلت أنهم موصولين بحياتك أو بشخصيتك يمكن بشكل مباشر أو غير مباشر معنات هل هنا قصص حقيقية صايرين؟ هنا قصص حقيقية كلهم حقيقية مرتبتين فيه مثل ما قلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبيخبره كل واحدة عن تام معين هلأ فيك تقري كل قصة لحالة بتفهمها من الأول للآخر بس كمان إذا بتقري كل القصص من الأول للآخر بتحس أنه فيه رابط خيط إذا بدك عم يربط كل هذه القصص ببعضها شو الرابط بينك؟ الشخصية يعني بس؟ فيه رابط أنه كله حقيقة معرفتي يعني فيه شعور بتحس كل الوقت بالكتاب أنه أنت ممكن تكوني عايشة شي بيشبه هالقصص كلنا قطعنا بظروف مشابهة يمكن كلنا حياتنا قصص فمن خلال هذا الكتاب سحعم تشوفوا هون العناوين القصص ممكن حيال له حدا يلاقي شي بيشبهه حيال له حدا يحس أنه هو عاش تجربة مماثلة عاش فرح لشي معين انتصر بشي معين كان عنده أمل بشي معين إذا بدك خبري كيف بلشت أكتب أنا بلشت أكتب ببعلبك بمهرجانات بعلبك تحديدا كمان بليلي كان عم يعزف فيها العازف اللبناني إبراهيم معلوف عازف ترومبات بهذه الليلة أنا رقصت بس هي كانت رقصة انتصار لأنه بهذه الليلة كنت عم شوف أنه في أمل مشاع وفي امتصار لأنه ولدتي انتصرت على المرض من 2014 كمان كان إبراهيم معلوف عم يعزف بجبال وما قدرت أحضره مع أنه كتبت عنه وعنوانة مقالتي ترومبات الأمل ما قدرت بهذه الليلة أحضره لأنه عرفنا أنه في مرض عند والدتي وبالتالي من بعد ثلاث سنين أنا عم بحضر إبراهيم معلوف انتصر إذا بدك هيك الأمل وقررت أنه اكتب اكتب عن الأمل عن كل حدا بيحارب كل حدا بيتحدى ظروف معينة وبينتصر وعن مراحل الحياة كمان يمكن بمحل معين نعم يعني هاي أول قصة اسمها هي الأمل يلي أنا بلشت فيها ببعلبة كمان بمدينة الشمس بتحسي شععت الشمس وقدرت اكتب هيدا القصة وقصة الثانية بخبر فيها مثلا عن جبال نحنا اتناينتنا عشنا بجبال جبال يلي بقول أنه تعلمت فيها الحرف بحكي كمان عن طفولتي هيدا الحرف اللي تعلمتو بجبال صار كلمات الكلمات صارت قصص والقصص صارت كتاب هده جبال على فكرة بتأثر بالأشخاص اللي عاشوا هنيك جبال بتأثر كتير لأنه أنا عبالي شوف كل لبنين بيشبه جبال يعرفتي عبالي هيدا طفولتنا اللي كانت رحيتها ياسمين مثل الياسمين اللي مغطى جبال القديمة عبالي أنه يكون كل لبنين بيشبهها وكمان رح وقع لكتاب بجبال بأول نيسان بيقاعة 11 بتويت لدكتور أدونس عكرا رح يكون بضيافته أيها ساعة السابت واحد نيسان ساعة خمسة رح يكون في كلمات لدكتور طفق ابو نصر يلي هو مدقق الكتاب للاعلامة والشاعر زاهي وهبي وللشاعر كمان والكاتب الأستاذ حبيب يونس نعم رح يكون تفضلي نعم بس عمقول أنه رح يكون بجبال السابت بواحد نيسان جوانا يعني من خلال هالكتاب شو بتحسي حققتي على الصعيد المهنة وأيضا على الصعيد الشخصي لأنه بعرف أنه اللي بيكتب بيحس بساتيسفاكشن كتير كبير بيفرح يعني وبيرتاح بيفضي وبيعطي رسالة يعني أنت على الصعيد الشخصي شو بيعني لك هيدا الكتاب أي قصة تحديدا بتعني لك كتير فيه وشو بحقق لك برأيك على الصعيد المهنة أيضا على الصعيد الشخصي حبيت أكتب شي بيشبه الواقع لأنه بالنسبة لأيلي الواقع بيشبه الكتب عرفتش يعني حسيت حبيت أنه أربط بين الواقع والكتاب ما هو ما في قصة إذا ما في واقع صح وأنه خلي لأنه كل حدا عنده قصة أنا كتبت قصتي وبالتالي هذا الشي عطاني هيك مثل نوع من مثل ما قلت نوع من الفرح أنه قدرت توصل قصتي أو القصصي اللي أنا عشتون وحيال لحدا بيقرأ هالقصص رح يحس في شي بيشبهه أنا كمان كنبدي وصل هذا الشي يعني حيال لحدا كتب بالآخر أنه ستجدون ولو كلمة تشبهكم في قصصي وإن لم تجدوها ستشعرون بكلمة بأي كلمة بأي شعور بأي حرف بأي نبض وبأي أحساس يعني كل حدا أنه ممكن يحس بشي أو كمان تكون لقاله انه كمان هو يكتب قصته يعني بدأ تكون القصة أو هي القصص قريبة من الناس يعني كل شخص بقدر يتشبه بمحل معين بها الشخصيات يلي موجودة في كتير شخصيات بالكتب؟ مش شخصيات هني أكتر إذا بدك حالات يعني مثلا نحنا كنا بالمدرسة بتجي الماما بتاخدنا سألناها شو صار كنا بدو زيام مش من كتير زمان يعني أكيد من تم سنة بتاخدنا منسأل شو صار بيقوله أنه بلشت الحرب يعني كل هاي عم نرجع نعيشها يمكن خلصت الحرب بس بعدنا منا عايشين استقرار معين ورحنا على الشمال وبخبر كيف هربنا على الشمال وعشنا هناك بالشمال بخبر عن الطفولة بخبر عن جديل ضيعتة يلي كانت بتعني لذكريات كتير حلوة ولأجل هيدا ذكريات أنا ترشحت على الانتخابات البلدية بجديل كمان وصورة نائب رئيس البلدية يعني بربطهم كلهم ببعضهم بكتب عن والدي في قصة عن بي يلي هو كمان كاتب واستاذ جامعي بتقول له مرحبا مرسي كمان هو كاتب واستاذ جامعي وأنا إذا بدي أغمد عيوني ويتخيله بتخيله عم بيكتب يعني أنا عم بيكتب لأنه هو علمني أكتب ففي قصة كمان شو قالك عن الكتاب قالي عن الكتاب هلأ هو بتعرفي وقت تكوني عم تطلبي رأيه بتحسي أنه رأي حدا كتير كبير استاذ عون عزار يمكن في كتير دكتور عون عزار بي نعم أحب هو الكتاب واعتبروا إذا بديك هذه البداية لإن شاء الله أعمال تانية رح تصير عطى رأي علمي عطى رأي علمي هلأ طبعا شوي داخل معه العاطفة يعني علمي مع عاطفة لأنه بنته بس قالي أنه أنا بشبهه بالكتابة بالتفكير بالتفكير طبعا هلأ هو أكتر أعمق فيلسوف يعني هو بيكتب فلسفة بيكتب علم نفس هو أعمق أكتر أنا إذا بديك فيه عمق لأنه علمنا دايما نغوصها بالأعمق فيه عمق بس كمان فيه شي سهل يعني حيال لحده بيقرأ القصص بيحسها أنه سهلي بيشبه جيل اليوم كمان نعم سهلي القصص بس كمان إذا بتغوصها شوي بالأعمق إذا بتغوصها أكتر بالتفاصيل إذا ممكن تلاقي إشياء بين السطور وبين الكلمات كمان فيها عمق طبعا لمين مواجه هيدا الكتاب؟ لمين هالقصص؟ مين بدوا يقراهم برأيك؟ هلأ أنا هديته لباية اللي علمني أكتب ولأمي اللي عم بكتب كرمالة بس كمان كل حدا ممكن يكون عم بيقرأ هيدا الكتاب بيعرفني أو ما بيعرفني رح يلاقي إشي بيشبهوا فيه الجان الكبار الأصغر لمين كلهم يعني يلي من جيلنا يلي عاشوا الحرب وعاشوا بطفولة إذا بديك هيك شوي سامبل وبعيدة عن التكنولوجيا وهيك رح يشوفوا حالهم بقصص بس ما أنا طفولة عادية للحقيقة ما كانت طفولة عادية أبدا لما منعيش سلسلة من هالحروب هيدا أكيد بدأ تترك محلات فيها وجع يعني بحياة الإنسان صح أنا إذا بديك بالكتاب مفسرة شوي أو يعني مخبرة كيف حولت هيدا الوجع لأمل يعني كل قصة فيها زعل فيها فيها صراع معين فيها وهم موت وهم حولتها لشي حلوة وبالآخر صارت أمل صارت انتصار صارت يعني صارت ذكرى حلوة لأنه قدرت عن كبر تتخطي هالأمور وتوصل إلى اليوم يلي وصلتيله باللغة العربية فقط رح يكون الكتاب هل رح يكون فيه منه نسخة رقمية أيضا هلأ هو باللغة العربية إن شاء الله رح يصير فيه نسخة رقمية الأساني موجود على مطار بيروت بفرجن ميجا ستور وبعد التوقيع الضغرة يعني بداية الأسبوع الجاي رح يكون موجود بكل فروع في فرجن ميجا ستور بلبنان وإن شاء الله لاحقا غمان بيكون على أمازون إن شاء الله دكتور بهالسلسة القصص أي قصة هي عن جد أقرب لقلبيك وأي قصة هي بتقولي يعني هالمرحل حكيت عنها بس يرأيتها ما كانت بحياتي مثلا هلأ كل الأصص بحبهم بحب كتير هي الأمل لأنه هي إذا بدي كانت فاتحة الأصص يعني هي اللي بلشت اكتبها وهلقات بوزيتف كمان وهلقات بوزيتف لأنه هي أمل وانتصار على المرض مثل ما قلنا بحب كتير رقصة أبدية يلي هي لزوجة أنا وزوجة نحنا تعرفنا كمان برقصة هو موجود معنا كمان يعني بقله أنه لو لاك ما كانت بها الرقصة الأبدية نحنا تعرفنا برقصة فإذا بدي كانت هيدا الرقصة الأولى يعني ما كانت بالعرس أصلا وهالرقصة لأنه نحنا اتحادنا سوى يعني وصار عنا ولاد كمان هي رقصة أبدية يعني وينما كان بتشوف الرقصة يلي هي بس الرقص السامبل بس كمان عندها أبعاد أكتر من أنه هي بس رقصة هي أكيد التقاء يعني بمحل معين بالروح وبالجسد في قصة كمان كتير بحبة صدى البحار هنا بيحكي الكاتب الأفغاني الأمريكي خالد حسينة عن صدى الانتظار فأنا عم بحكي أكتر عن صدى البحار هي القصة بتخبر كيف الأحبة ممكن يفترقوا بسبب السفر بسبب الغربة بسبب بصير في بيناتهم هالبحار إذا بديك من المسافات يعني هو عن جد البحر يعني بالمعنى الحالي هاي تأثير جبال هاي مباشر هاي تأثير جبال في قصة عن جبال كمان حيث تعلمت الحرف عن جبال فمين اللي هول هن القصة وأي قصة هيك بعدها لليوم أنه حتى من بعد ما كتبتها شي بيزعليك مرحلة من حياتك هيك يمكن صعبة شوي رح نقول لكن التخبط اللي عشنا وتيكون حدا قريب لإليك مريد وانت بيصير عندي كل هالأوهام أنه بتصير وهم يغتك وهم يجيبك إذا بديك هي أكتر مرحلة كانت صعبة لأنه وقتها بتحسي أنه الدنيا عم توقف في محل معين يعني عم توقف وأنت عم توقفي معا كمان يعني هيك عم تجمدي ما عم تعرفي وين شو رح يصير في بعدين بس برجع بقليك لأنه انتصرنا وصارت أمل يعني تحول كل هيدا الوجع إذا بديك زهر تحول لأمل حلو فيه كمانا فيه قصص عن شرف التضحية والوفاء عم رائد شهيد كمان بالجيش تشهد ب83 فيه قصة عنه لأنه كنت عم بعلم بيهلأ يعني مش من كم سنة بكلية فؤاد شاب للقيادة والأركان فأحد العم ده بيسألني عن عمي يعني بعد كذا سنة أكتر من 37 سنة بيقلي أنه نحن ما مننسى الشهيد فايز عزار فكتبت أنا عن هيدا الشي كتبت عن الشهادة كتبت عن الزكرة عن الزكرة طبعا أنه الروح ما بتموت و الروح بتضل معنا أنا هلأ لحبلش أقرأ الكتاب أصلا هلأ كمان لح أحديك الكتاب طبعا وبشرفني كمان تكونوا موجودين بحفل التوقيع بأول نيسان شكرا أنا بدي أقول أنه كتاب رأسها أبادي رح بيصير ابتداء من 2 نيسان رح منقول يعني من بعد التوقيع دغري موجود بيئة المكتبات هو موجود حاليا بمطار بيروت وإن شاء الله قريبا بيصير بي نسخة رقمية على أمازون دكتور جوانا عزار شكرا كتير شكرا لألك أهلا وسهلا فيك كمان الصديق داني حدات كمان بشكره وشكرا لأنه بعدك عم تكتب أيضا رح دال اكتب رح دال اكتب كتبت هي البداية سأكتب دوما الكتابة موطن بالنسبة إلي سأرقص أيضا فالرقص أبدي بعد الرقصة هذه هناك رقصات أهديها لولدينا ريمو وديا عم نفتحها لمستقبل أحلى بكتير شكرا كتير لألك شكرا ناس دي ضافتكم لحنا ناخد بعض صغيري ومن الرجل شكرا للمشاهدة continued اشتركوا في القناة